بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياب ما زلنا مع سلسلة المراجعات النهاردة إن شاء الله معانا مراجعة عامة على الباب الثاني عشر حدود السرعة ومسافة الأمان ناخد النهاردة الجزء الأولان في المراجعة وإن شاء الله نعمل بعد كده جزء تاني على الباب الاثناشر أيضا نشوف مع بعضنا كده اللي معانا والأسئلة وإزاي هنقدر نتعامل معها السؤال الأول لديستانسة مينيمو دي سكوريسا سي سي دي فياتجاري تشي كوانتا كيلومتر الأورى دي في اسري دي تشير كاتشينكو هنا بيقول يحدد أو يحدد أقل مسافة أمان عند السير بسرعة خمسين كيلومتر في الساعة خمسة متر تقريبا الإجابة طبعا هتبقى فالصة وإحنا قلنا إزاي نقدر نحل الأسئلة اللي بالشكل ده هوت لو جاب لك قال لك لو أنت ماشي بسرعة خمسين يبقى هنا ديستانسة مينيمو دي سكوريسا أقل مسافة أمان بتبقى إزاي أحسف الصفر الأولان اللي قدامه السرعة واضرب الناتج في ثلاثة يعني هشيل الصفر وابقى خمسة خمسة أضربها في ثلاثة يبقى خمسة في ثلاثة بيساوي خمستاشر لو لقيت الناتج اللي تحت خمستاشر أو أقل بواحد أو أقل باتنين أو أقل بثلاثة تقول فيرو لو لقيت الرقم بعيد قوي عن الكلام ده تقول فالسو هنا جايب لي الناتج خمسة يعني بعيد تماما الفرق كبير بين الخمسة والخمستاشر يبقى هقول فالسو إنما لو كان خمستاشر يبقى فيرو كان اربعة عتاشر يبقى فيرو كان تلتشر يبقى فيرو كان اتنشر أيضا يبقى فيرو يبقى قدام منك نغاية ثلاث أرقام فرق واحد اثنين ثلاثة فرق أولفيرو أكثر من الثلاثة في الفرق يبقى فالصة يبقى أول سؤال فالصة ندخل على السؤال الثاني لسباسيو ديفرنتورا ومينتا سيلة الاسترادة انفياتا هنا بيقول بتزيد مسافة الفرمالة إذا كان الطريق فيه تلك لو الطريق فيه تلك مسافة الفرمالة مسافة الفرمالة بتزيد طبعا الإجابة هقول عليها فيرو ومينتا السباسيو ديفرنتورا بتزيد مسافة الفرمالة بتزيد لو كانت سيلة استرادة البنياتا لو كان الطريق مبتل سيلة استرادة انفياتا فيه تلك على الطريق سيلة استرادة ديتشيزا يعني الطريق منحدر يبقى كل ده مسافة الفرمالة بتزيد وكمان مسافة الفرمالة بتزيد لما يكون البونوماتيكا مباصو أو كونسوماتو لما يكون الإطارات متهلكة برضو بيزيد تماسك الإطارات بالأسفل يبقى هنا ومنتا للسانسة ديبونوماتيكا باصة تمام كده يبقى مسافة الفرمالة بتزيد في حالة الطريق يكون مبتل بالتلج أو فيه تلج أو فيه مطر يبقى المسافة الفرمالة بي ومنتا بتزيد يبقى فيرو يدخل على السؤال رقم 3 هنا بيقول يجب التزام سرعة لا تشكل خطر على أمان حركة السير طبعا الإجابة هتبقى فيرو إن السرعة بتاعتنا يجب إن إحنا نلتزم بسرعة ما تشكلش خطر على الأشياء أو على الأشخاص وكمان في نفس الوقت نحترم فاتشامو الرسبيتو دي الليميتو ماسيمو ديفولوجيتاء الحدود القصوى للسرعة على كل طريق أو الحدود القصوى المفروضة على كل طريق يبقى فيرو ندخل على سؤال رابع معنا لديستانسة دي سيكوريسة ديفي إسري منتونوتو سولو دي الكواترو دشيكلي موتوري الكواترو دشيكلي موتوري طبعا هنا بيقول السؤال يجب التزام مسافة أمان فقط للدراجات ربعية العجلات الإجابة هتبقى فالصة ليه يا جماعة لأن دي سيكوريسة ديفي سيمبر منتونوتو أنكل بريمد إنسياري ونصور بقصيب يجب علينا أن نسيب مسافة أمان بيننا وبين أي عربية موجودة مش شرط يكون الكواترو دشيكلي أو دشيكلي موتوري أو أي أن كان المركبة يجب أن نطلق مسافة أمان المنموس التانتا متر بينك وبين العربية اللي قدام منك طبعا الإجابة هتبقى في السؤال الأربعة فالصة لهذا السبب السبب التاني عند المفتاح السحري سولو سولو قلت بتجي في أي سؤال بتبقى 99% من الأسئلة اللي فيها سولو فالصو 1% بس بيبقى فيرو والكلام ده هنشرحه ونوضحه ونعمل فيديو خاص بي سولو والأسئلة كلها اللي ممكن تجيلك فيها سولو فالصو أو الحالات اللي ممكن تجيلك فيها فيرو كلمة سولو بتبقى فيرو أمتى وتبقى فالصو أمتى إن شاء الله دي هنعرفها بالتفصيل السؤال الخامس بيقولي هنا في الساعة في حالات لما يكون في بيوفا أو في مطر بيبقى 90 كيلو متر في الساعة على الطريق السريع السرعة 130 كيلو متر 130 كيلو متر في الساعة بالنسبة لنيوبة تنتينة بتبقى السرعة 90 كيلو متر في الساعة يبقى خمسة فالصو ندخل على سؤال رقم 6 الكونت تشينتي ديفي روجولار لفلوشيطاه تونوتو كونترو اسكولوزيفامينت ديليمتو إيه ما سيمو يجب على السائق ضبط السرعة تحت الحدود القصوى المسموح بها فقط طبعا هنا برضو عندي مفتاح سحر آخر من ضمن المفاتيح المساعدة اللي تساعدك في حل الأسئلة كلمة اسكولوزيفامينت ديليمتو الكلمة ديليمتو برضو بتعادل سولو نفس المعنى بالظبط فعلشان كده برضو لما بتتواجد في الأسئلة بتبقى الإجابة مية في المية اسكولوزيفامينت فالسو يبقى هتبقى الإجابة فالسو الكوندتشينت ديفو رجولال رفو لشيطاه يجب على السائق إن هو يضبط السرعة حسب حاجات كتير قوي هو بس إذا قال لك قال لك فقط الحد الأقصى المسمو طبعا الإجابة فالسو يجب أضبط السرعة على حسب حالة العربية وحمولة العربية وصفات الطريق وحركة السير وكمان أضبط السرعة بحيث ما بشكلش خطر على الأشخاص ولا على الأشياء وليس اسكولوزيفامينت الليمتو ماسمو ديفو لشيطاه يبقى الإجابة هتبقى فالسو ندخل على سؤال آخر السؤال السابع لسباسيو توتالي دي أرستو ومنت سلاسفالت هنا بيقول لي المسافة الإجمالية للتوقف بتزيد ومنت إذا كان الطريق خشن لو كان الطريق خشن المسافة الإجمالية للتوقف بتزيد الإجابة طبعا هتبقى فالسو المسافة الإجمالية للتوقف بتعمل إيه؟ بتقل المسافة الإجمالية للسباسيو توتالي دي أرستو ومنت يبقى فالسو السباسيو توتالي دي أرستو ديمونويري بيقل إذا كان الأسفالت الأسفالت أو الطريق خشن وبيزيد السباسيو توتالي دي أرستو ومنت بيزيد إذا كان الأسفالت ظلق أو فيه وحلة أو تلج أو مطر أو فوليوب بنياتة ورق شجر أو الإطارات أو البونوماتيكا كونسوماتو أو متهالكة إنما هنا في السؤال رقم 7 هيبقى فالسو لأن المسافة الإجمالية للتوقف بتقل وما بتزيدش يبقى الإجابة هتبقى فالسو عند السؤال بعد كده رقم 8 بيقول هنا في السؤال الثامن هنا بيقول في السؤال الحد الأقصى ما لم تتوفر علامات أخرى السرعة ما لم تتوفر علامات أخرى للسرعة المسموح بها للآليات الزراعية والآليات المتحركة ذات إطارات مطاطية هو 40 كيلو متر أو 40 كيلو متر في الساعة الإجابة هتبقى فيرو الآليات الزراعية المجنة أكروكلو سواء كانت بعجلات مطاطية بتبقى السرعة 40 كيلو متر في الساعة أما الآليات الزراعية المجنة أكروكلو اللي هي ماشية بيه السلاسل الحديدية أو بالكاتينة بتبقى السرعة بتاعتها 15 كيلو متر في الساعة زي ما احنا شايفين دية المكان اللي ماشي بتشينجيا أو بالكاتينة أو بالسلاسل الحديدية ده سرعته 15 كيلو متر إنما الآليات الأخرى اللي ماشية بالبونوماتيك أو الكاوتش المطاطي بتبقى السرعة بتاعتها 40 يبقى تمانية هقول عليها فيرو ندخل على السؤال رقم 9 هنا بيقول في السؤال ده يجب أن يساوي أو يجب أن تساوي مسافة الأمان المسافة التي تتجاوزها العربية أثناء رد الفعل أو أثناء التيمبو دي ريراسيوني طبعا الإجابة هتيبقى فيرو هنا عندي ديستانسة ديسوكوريسة بنقول هي أقل مسافة يجب أن تلتزمها مع العربية التي أمامنا حتى لا نصطدم به مسافة أقل مسافة أمان المينيمو أقل مسافة أمان أقل مسافة أمان تساوي المسافة رد الفعل أقل مسافة أمان مساوية لمسافة رد الفعل هي المدة التي تفصل بين لحظة الإحساس بالخطر ولحظة بداية الفرمالة وهي تقريبا بتعادل ثانية واحدة تقريبا بتعادل كام ثانية واحدة تقريبا يبقى الإجابة هنا هتيبقى عندي فيرو مسافة الأمان المسافة التي تتجاوزها العربية أثناء رد الفعل فيرو سؤال رقم عشرة هنا بيقول لي هنا بيقول لي يجب تخفيف السرعة والتوقف عند الحاجة كرب محطات الأوتوبسة طبعا الإجابة هتيبقى فالصة مش أبليجاتوريو هنا لاني أضبط في مش أبليجاتوريو انني أوقف العربية بتاعتي عند الأوتوبوس أو عند الفرماطة دي الأوتوبوس يبقى هنا الإجابة هتيبقى فالصة 11 في السؤال 11 هنا بيقول لي في السؤال ده يجب ضبط السرعة حسب حالة أو حسب ظروف الأسفلت حيث الحفر والتقاطعات وأوراق الشجر المبتلة طبعا الإجابة هتيبقى فيرو بضبط السرعة حسب حالة الطريق من حيث الحفر اللي موجودة فيه أو من حيث الطريق اللي إذا كان بنياتا أو فيه نيفا أو فيه أقوى تالجا أو بيوفا أو فيه فوليوم بنياتا فوليوم بنياتا أو أوراق شجرة مبتلة أو فونجي وحل دي كلها حاجات بضبط السرعة بناءا عليها يبقى الإجابة هتيبقى فيرو سؤال رقم 12 لديستانسة دي سيكوريسة سيديفرس بالتاري الدي صوبرا دي اونا شيرتو فيلوشطاهنة بيقول لي في السؤال ده يجب احترام مسافة الأمان على سرعة معينة يعني أنا ما أعملش مسافة أمان أو ما أقومش بيط السانسة دي سيكوريسة أو ما تركش مسافة الأمان إلا لما يكون ماشي بسرعة معينة وطبعا الإجابة هتبقى فالصة سواء كنت ماشي بسرعة عالية أو سرعة منخفضة يجب عليك التزام مسافة أمان بينك وبين العربية التي أمامك حتى لا مؤدي إلى عملية اللي تم بوناري أو الاستضام يبقى الإجابة هتبقى فالصة سؤال رقم 13 هنا بيقول لي يجب تقليل أو تخفيض السرعة بكل مرة بنقف قدام أو تظهر قدام مني إشارة سينيالي أو إشارة من الإشارات الإرشادية طبعا هنا الإجابة هتبقى فالصة الكوندتشينت ديفي روجولار لافولوشيطا أو ديفي إسر بارت كلامينت مدراري يضبط السرعة أو يخفف السرعة في حالات كرب التقاطعات أو في الكيرف المنعرجات أو بيضبط السرعة أيضا للبساجو ستريت اللي هي المعابر أو الطرق الضيئة وليست أمام الإشارات بتاعة الإرشاد يبقى الإجابة هتبقى فالصة سؤال رقم 14 المسافة المقطوعة لا تختلف مع السرعة المسافة المقطوعة لا تختلف مع السرعة الإجابة هتبقى فالصة ليه؟ لأن ديستانسة ديستوريسة ديبيند ترتبط مسافة الأمان بالفولوشيطا مسافة الأمان ليست لا علاقة بالسرعة الإجابة فالصة المسافة المقطوعة ترتبط ديبيند لفولوشيطا ديستانسة ديستوريسة ديبيند لفولوشيطا السرعة المسافة الأمان بترتبط بالسرعة أو بتعتمد على السرعة السيارة التي يقودها وكمان سرعة السيارة التي أمامنا يبقى الإجابة هتبقى فالصة ندخل على السؤال رقم 15 المسافة الفرمالة هي المسافة التي تفصل نقطة بداية الفرمالة عن نقطة توقف العربة الإجابة هتبقى مسافة الفرمالة هي المسافة التي تفصل نقطة بداية الفرمالة عن نقطة التوقف بتاع العربة يبقى الإجابة هتبقى سؤال رقم 16 هنا بيقول في السؤال بيتم عبور 4 أمتار في الثانية الوحدة عند السير بسرعة 50 كيلو متر في الساعة الإجابة طبعا هتبقى فالصة ليه أنا قلت لك هتشيل الصفر الأولاني وتدرب الرقم في 3 هتشيلت الصفر يبقى فضل 5 5 في 3 بتساوي كام 15 انتلع في السؤال 15 أو 14 أو 13 أو 12 في الإجابة تقول فيرو تلع خلاف كده تبقى فالصة هنا بيقول 4 تبقى الإجابة تبقى فالصة سؤال بعد كده آخر نشوف بعد كده سؤال هنا بيقول في السؤال ده يمكن أن تزيد مسافة الأمان عن المسافة المقطوعة أثناء رد الفعل طبعا الإجابة هتبقى فالصة المسافة الأمان هي أقل مسافة يجب أن نلتزمها مع العربة التي أمامنا حتى لا نصطدم يجب أن تكون مسافة الأمان مسوية لرد الفعل على الأقل لكن يجب أن تكون مسافة الأمان يبقى الإجابة هتبقى فيرو سؤال بعد كده رقم 18 هنا بيقول في السؤال ده الليميتو ماسمو ديفولوجوتا برقونة أوتوفوتورة سيونة كوالسيسي أوتوتورادة إي ديتش تشينتو تشيكوانتا كيلومتر الأورى الحد الأقصى على أي طريق سريع أي طريق سريع الصرعة على الحد الأقصى تشينتو تشيكوانتا كيلومتر في الساعة طبعاً هنا كلمة كوالسيسي اللي هي أي حاجة أو أي طريق سريع الصرعة بتاعته دايماً بتبقى 150 الإجابة هتبقى فالسو ليه؟ لأن 130 كيلو متر في الأوتوسترادة على الطريق السريع بتبقى المعتادة 130 كيلو متر في الساعة أثناء تساقط الأمطار كواندو بيوفا أو نيفا 100 ديشي كواندو بيوفا كواندو نيفا أو تانت نيفا بتكون السرعة 50 كيلو متر في الساعة بالنسبة للنيوبا تنتين الثلاث سنوات الأولى بتبقى السرعة 100 كيلو متر في الساعة يبقى إيه الإجابة تبقى فالسو تشينتو تشي كواندو متر بتبقى موجودة برضو على الأوتوسترادة بس في أماكن خاصة وفي وجود علامات مخصصة ممكن توصل السرعة على الأوتوسترادة إلى تشينتو تشي كواندو يبقى إيه الإجابة فالسو نشوف السؤال رقم 19 بيقول لي إيه لديستانسا دي سكوريتسا إي كومزوراتا أنكل إلا درينسا دي البونوماتيكا ترتبط مسافة الأمان بتماسك الإطارات بالطريق الإجابة طبعا هديب أفيرو لديستانسا دي سكوريتسا مسافة الأمان دي بيندي لفولوشوتا بترتبط بيه السرعة وكمان بترتبط بيه البونوماتيك اللي هي الكوتشات أو حالة الإطارات بتاعة السيارة حالة العربية وحالة الإطارات بتاعة السيارة إذا كانت متهالكة أو إذا كانت كونسوماتا يبقى الإجابة هديب أفيرو ناخد بقى السؤال رقم 20 والأخير بيقول لي هنا هنا بيقول لي في السؤال ده يمنع السير بسرعة منخفضة دون عزر نظرا لكون هذا التصرف يشكل خطرا أو إعاقة لحركة السير طبعا الإجابة هنا هتبقى أفيرو يجب على مستخدم الطريق إن هو ما يسيرش بسرعة تربو بص يعني يمشي بسرعة منخفضة جدا بدون لما يكون سبب بدون سبب يبقى هنا ما نفعش إن أنا أسير بسرعة أقل من سرعة الطريق وبدون أسباب يعني كون إن أنا تعبان أو العربية فيها عطل يبقى هنا في هذه الحالة ما ينفعش إن أنا أعمل أعاقة لحركة المرور بالمشي بسرعة تربو بص يبقى إيه الإجابة تبقى كده هقف عند السؤال رقم 20 وإن شاء الله لنا بقية للحديث عن المراجعة على الباب الـ 12 شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة وحتى ألقاكم في درسين جديد من دروس سلسلة المراجعات لكم مني خالص المونة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا للمشاهدة